وينغم إلينا عبر الهاتف مهندس عبد المطالب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أرحبك مهندس عبد المطالب أيها معك يا فن نعم مهندس عبد المطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن بناء المدن الجديدة هو ليس برفاهية بل هو ضرورة قصوى مع الحاجة للامتداد العمراني المنصورة الجديدة ما الذي تضيفه للعمران في مصر خاصة لمنطقة الدلتة التي تحوي العديد من المحافظة طبعا بالكامل القائد السياسية ودولة قصوى الوزراء ومعالي الوزير كله بيهتم برفاهية أن الإنسان يعيش في عيشة ذات عيشة آدمية تتنسب مع العصر من العيشة طبعا مستوى الدلتة وحجم الإسكان والعشوائيات في الدلتة وصلت الفدان 400 فرد على الفدان النهاردة كان يلزم عمل مدن وتوسعات جديدة متاخذة زي العشم رمضان زي السادات زي الصفحية زي النبارية النهاردة المنصورة على 6000 فدان عملنا مرحلة أولى فيها 20 ألف واحدة سكنية يعني 200 ألف فرد النهاردة إن شاء الله ديت تعمل خلخلة للدلتة والمحتاج ينمو في بيئة مريحة وبيئة اقتصادية يبقى فيه فرصة للعمل في مناطق صناعية في هذه المنطقة في مناطق الوجستية في المنصورة الجديدة فديت بتخف الحملة عن الدلتة وإن شاء الله يبقى مناخ مناسب للإسكان في مصر إن شاء الله نعم وكيف تحقق إذن هذه المدينة مفهوم لاستدامة استدامة المدن خاصة مع الحرص من قبل القيادة السياسية على إنشاء مجموعة من المدن الذكية التي تمثل الجيل الرابع ما يصل إلى 30 مدينة بهذا المفهوم طبعا فيه مدن كتيرة مدن الجيل الرابع مثال المنصورة النهاردة العالمين العاصمة اكتوبر الجديدة حدا اكتوبر فينكس في الصعيد غار بيئنا وغار بناصر كل ذي مدن الجيل الرابع وبنتوجه لإضافة هذه المدن تكون مدن ذكية يبقى مياه المعالجة اللي هي الصفصح تتعالج شراسيا وتستغل فيه رأي نصف تحضر خضر فيه محطات تحلية لنقلل المياه اللي جاية من نيل لازم كل المدن الساحلية تبقى فيه مياه تحلية وخطة قومية للمياه التحلية فيه كل المرافق بتدار داخل المدينة بغرفة تحكم مركزية لمعرفة تصاربات المياه واستهلاك الكهرابة وكاميرات الشوارع فاحنا بنحق الإزامة والإقامة المسدى للمواطنين شاهدين مدن إن شاء الله نعم مهانس عبد المطالب إذا ما تحدثنا عما يرتبط بالشق الاقتصادي الخاص بأهمية هذه المدن والتنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة مثل هذه المدن وتحديدا المنصورة الجديدة ما الذي تضيفه اقتصاديا على الفرد وعلى المجتمع ككل طبعا فيه زي ما أقولك فيه مناطق صناعية ستضيف مناطق لجيستية في نفس المدينة في جامعات في مراكز للتسوق لازم نعمل مناخي ديت لتشجيع الاقتصاد بره حدود الدلتة وده إن شاء الله نحن نفكر فيه من مناطق صناعية ولجيستية وجامعات نعم تابعنا خلال الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المدينة الجديدة وللكورنيش الخاص الذي تم عبره عرض مجموعة من المشروعات الصغيرة والمنتجات المتميزة لبعض الشباب كيف تبعت الحوار الذي تم بين الرئيس وبين الشباب باعتبارهم هم أمل المستقبل وأيضا تحدث عن مسابقة للمواهب المختلفة المواهب الشبابية المصري وطبعا أنت تتكلمي في مجال كويل جدا هو طبعا الممشا والكورنيش طبعا اللي تنفيذ دلوقتي هو أربعة كيلو لشنا النهاردة طول الكورنيش في اكتمال المدينة هي بقى 15 كيلو نحن عملنا أول مرة لأربعة كيلو الأنشطة اللي بتنس المواطن في هذه المنطقة من صنع حرفية ومواهب إن شاء الله هنتابعه ونشوف المواهب المميزة وإن شاء الله يبقى الدولة وراها ومدينة المنصورة الجديدة أتابع معضوها عن كسب إن شاء الله نعم هذه المدن والمنصورة الجديدة كيف تتوقع أن تكون الأمور فيها مدى الإقبال على هذه المدينة الجديدة في إطار ما تقدمه من خدمات متميزة نحن طبعا ندب أن نوضح المدينة فيها تقريبا أول مرحلة عشتينها في واحدة 90% من الوحدات للمستوى الابتصادي والمتاصر و10% بس هي الفلات اللي موجودة على المنشا أن معظم المدينة كان اجتماعي ساكن مصر الجنة وإن شاء الله إعلانة ينزل الضوء القادم عن 5000 واحدة في المنصورة الجديدة وذي بداية ونواة لبداية المرحلة الأولى إن نبيع 5000 واحدة يبدأ نعمل حدامات جسدية أنشطة تجارية مناطق صناعية كل هذا سيضيف ويخلخل السكان الثلاثة لأطراف المناطق زي المنصورة الجديدة زي رشد الجديدة زي الصوارف السكندرية وإن شاء الله متوقع خلال خطة الخانسية اللي نشغل فيها أهمية المشروعات الموجودة في هذه المدينة الرئيس تحدث عما يتعلق بمحطة تحليات المياه ومميزات أخرى في هذه المدينة تساعدها على مكافحة التغيرات المناخية وفكرة التصحر وأيضا تآكل الشواطئ والسواحل طبعا حضرتك في خطة الدولة نتفذها الوقت للتحليات المحط على مستوى الجمهورية 20-30 هي بحوالي 9 مليار متر مكعب في تعوضها لمياه التحلية جديدة شرق برصعيد زي العالمين زي المنصورة اللي كنا فعلوا النهاردة فمحطة تحليات هي 162 ألف مكعب يوم أول مرحلة 40 ألف وتم منها ودي تكفي سكان في المرحلة الثانية إن شاء الله احنا عاملين امتداد أول ما يحصل تنمية نعمل المرحلة الثانية 40 ألف تاني فدي ميزة إن المياه متوفرة ومياه تحلي موجودة طبعا الظواهر المناخية والتقلبات المناخية الشواطئ والمحفظة على الشواطئ احنا رفعنا المدينة مترين بحيث يبقى الكورنيشو ومصاب طبيعي تغلينا هذا الارتفاع يبقى يحافظ على الشواطئ اللي موجودة وإن شاء الله مع الأعمال في أعمال صناعية في البحر بس في المرحلة الثانية تبقى حائط فد تاني للتغيرات المناخية اللي موجودة إن شاء الله شكرا جزيلا لك مهندس عبد المطالب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية